موسيقى موسيقى بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين سلام المسيح عزيزي متابعي برنامج أبناء رافدين حلقتنا اليوم بعنوان عندما يأتي الروح القدس دعونا نقرأ من إنجيل يوحنى إصحاح 14 وعدد 16 إلى 18 وأنا أطلب من الآن فيعطيكم معزي آخر ليمكث معكم إلى الأبد روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم لا أترككم يتامى أني آتي إليكم المسيح يرسل لنا المعزي الروح القدس الذي يمكث معنا ويكون فينا إلى الأبد وفي عدس 26 يقول وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب بإسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم يعلمنا كل شيء ويذكرنا بكل شيء بتعاليم المسيح وكلام المسيح وكيف نسلك في المسيح الروح القدس يشهد المسيح ونحن من خلال الروح القدس نشهد بإسم المسيح وللمسيح ما هو الروح القدس؟ هناك العديد من المفاهيم عن شخص الروح القدس هناك من يرى الروح القدس كقوة خفية والبعض الآخر يظن الروح القدس هو عطية من الله إلى أتباع أي المؤمنين لكن ماذا يقول الكتاب المقدس عن الروح القدس؟ يعلمنا الكتاب المقدس ويقول لنا أن الروح القدس هو الله هو روح الله كما هو مكتوب في أعمال الرسل إصحاح خمسة وعدد واحد إلى عدد داعش نرى قصة شخص اسم حنانية هو وزوجته ونرى بطرس الرسول يواجه حنانية بكذبه على الروح القدس وقال الرسول بطرس لم تكذب على الناس بل على الله وحدث نفس الأمر مع زوجة حنانية حيث جاءت إلى الرسول بطرس وكذبت عليه أيضا وقال الرسول بطرس ما بالكما اتفقتما على تجربة روح الرب ونعلم من خلال هذا الحدث أن الروح القدس هو روح الله هو الله لديه نفس صفات وقوة الله مثل وجوده اللامحدود كما هو مكتوب في سفر المزامير 139 عدد 7 إلى 8 أين أذهب من روحك من وجهك أين أهرب إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك وإن فرشت في الهاوية فها أنت الروح القدس هو الله هو المعزي الذي وعدنا به المسيح وهو يشهد المسيح ونحن نشهد من خلال الروح القدس مكتوب في إنجيل متى أصحاح 10 وعدد 19 إلى 21 فمتى أسلموكم فلا تهتموا كيف أو بما تتكلمون لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به لأن لستم أنتم المتكلمين بالروح أبيكم الذي يتكلم فيكم ونعلم أن الروح القدس روح الله هو كاتب الكتاب المقدس على فم أنبياء ورسل ومختاري الله ورجال الله كما هو مكتوب في رسالة ديمثاوس الثانية إصحاح 3 وعدد 16 كل الكتاب هو موح به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر الكتاب مكتوب من وحي الله ويعلمنا على السلوك في طريق الله مكتوب في رسالة بطرس الثانية إصحاح 1 وعدد 21 لأنه لم تأتي نبوء قط بمشيئة إنسان بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس كل شيء كتب من خلال روح الله الروح القدس يحل على كل من يؤمن بالمسيح ويدبع المسيح ويكون فينا روح الحكم والفهم والمشورة والقوة ومعرفة مخافة الله ونعلم ذلك من خلال قراءة كلمة الله والشركة مع الكنيسة أي المؤمنين في جسد المسيح ويسكن الروح القدس فينا كما هو مكتوب في رومية ثمانية وعدد تسعة وما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح إن كان روح الله ساكن فيكم ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له ليكن فينا والذي ليس فيه ليس له وروح المسيح أي روح الله وهناك مواهب للروح القدس مكتوب في رسالة كورنثوس الأولى 12 وعدد واحد إلي 11 وهي كلام حكمة وكلام علم ولآخر إيمان ومواهب شفاء عمل قوات والآخر نبوءات والآخر تمييز الأرواح وأنواع ألسنة وترجمة ألسنة وعلمنا الروح القدس أن لا نقسي قلوبنا الروح القدس هو صوت الله صوت المسيح فينا كما هو مكتوب في رسالة العبرانيين إصحاح 3 وعدد 7 إلى عدد 9 لذلك كما يقول الروح القدس اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم كما في الأسخاط يوم التجربة في القفر وسنرى في حلقة اليوم اختبار أخ مؤمن بالمسيح سمعي إلى الروح القدس وآمن بالمسيح ربه مخلص ويشهد عن المسيح دعونا نرى السلام المسيح قس بشار وسلام المسيح إلى كل مشاهدي قناة الحياة التي هي صوت المسيحيين وسلام المسيح إلى كل متابعي برنامج أبناء رافدين هو صوت لمن ليس له صوت أحب أن أشاركك في اختبار وأصلي أن يكون سبب بركة لكم وسلامنا حبيت اليوم أحتي عن تجربتي ويا رب يسوع المسيح وكيف لمس قلبي الرب الحقيقي والإله الحقيقي أشكر الرب أنا مسلم سابق حبيت أحكي لكم أنه شون تحولت إلى الإيمان المسيحي شفت الإسلام بإضطهاد بقتل بإرهاب هذا كل من التعاليم الموجودة بالقرآن ومن نبي الإسلام كما يدعون المسلمين اللي يقولون أنه كتاب نازل من السماع من الله الله يحبنا ما ينزل هي كتاب كله بقتل ودمان من سورة المائدة يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساعدا أن يقتلوا ويصلبوا أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلف وأن ينفوا من الأرض ذلك لهم خزيم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم هذا يعتبر أنه ليست كلام من الله وليست قرآن منزل من الله هذا نفاق يعني ما عرف كيف الله يكتب هش كلمات الله يحب الإنسان الله محبة الرب يسوع يقول أحب أعدائكم بارك لعانيكم أحسن الأموب غضيكم وصلوا لذين يسعون إليكم ويطردونكم أشكر الرب أنه شوفني نورا في إنجل يوحن يقول الرب أنا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة أشكر الرب على أنه أنا ثابت على عهدي وإيماني ويالرب يسوع المسيح رغم الإضطهاد اللي صار إلي والعشيرتي والأهلي رغم الإضطهادات التصير حتى على الفيسبوك يدخلوا لأشخاص يشكدون في إيماني المسيحي وما أنهم مقتنعين أنه يكون شخص يتحول من المسلام إلى الإيمان المسيحي يظلون يشككون بيه واي أشخاص يدخلوا إلى العهد الخاص لكن أنا أعرف شون أنا أرد عليهم بأسلوب الخاص وأسلوب أنه أدلهم على آيات من الإنجيل وأشكر الله وأنه ثابت على عهدي وإلى الله شكرا ونصلي من أجله ومن أجل كل شخص يدبع المسيح ويأمن وينقاد بالروح القدس وهناك ثمار الروح القدس مكتوب في رسالة غلاطية 5 وعدد 22 وأما ثمر الروح فهو محبة وفرح وسلام وطول أنات لطف صلاح إيمان ووداعة تعفف ضد أمثال هذه ليست ناموس وهذا ما يعطينا روح الله عندما نقترب يكون فينا سلام المسيح ونعيش في محبة ويكون لنا فرح يكون فينا إيمان نعلم من خلال رسالة أعمال الرسل إصحح واحد وعدد أربعة وعدد خمسة وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا يبرحوا من أرشاليم بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني لأن يحنى عمد بالماء وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير نمتلئ بالروح القدس ويكون فينا قوة وسلطان نستقبل الروح القدس وقوة الروح القدس عندنا تكون عندما يأتي الروح القدس في حياتنا وعلى حياتنا يحل علينا ونكون واحد شهود للمسيح بقوة الروح القدس نرى الروح القدس يعمل فينا ومن خلالنا مع آخرين عندما نستمر في الامتلاء من الروح القدس تكون هناك قوة في حياتنا هذه تكون علامات الامتلاء سيكون لنا سلام في المسيح أيضا ثنين وقوة وسلطان أيضا سلطان ونشهد بدون خوف سنكون شهود وهذا دليل مباشر على الامتلاء ويكون لنا التغيير في حياتنا وفي حياة الآخرين كما هو مكتوب في سفر عمال الرسل إصحاح واحد وعدد ثمانية لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهود في أورشالين وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقاص الأرض سنشهد إلى كل العالم كما هو مكتوب ورسالة بولوس الرسول إلى أهل رومية إصحاح 14 وعدد دعش لأنه مكتوب أنا حي يقول الرب أنه لي ستجثو كل ركبة وكل لسان سيحمد الله كل لسان سيعترف بالمسيح عندما نستمر في الامتلاء يكون هناك قوة وسلطان في الروح القدس ثلاثة نبوءة من خلال الروح القدس ونسمع صوت الله ونتعلم من خلال ذلك كيف نصلي ونسمع صوت المسيح ويكون هناك رؤى وأحلام كما هو مكتوب في سفر عمال الرسل إصحاح 2 وعدد 17 إلى عدد 20 وفي سفر يو إيل إصحاح 2 وعدد 27 إلى 23 يقول الله ويكون في الأيام الأخيرة أني أسكب من روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلام وعلى عبيدي أيضا وإيمائي أسكب من روحي وفي تلك الأيام فيتنبؤون ويعطي عجائف السماء من فوق وآيات على الأرض من أسفل دمًا ونار وبخار دخان تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجي يوم الرب العظيم الشهير ويكون كل من يدعو بإسم الرب يخلص وهذه هي كلمة الله أنه سيسكب روحي على كل بشر لكي يعرفوا الحق ويشهدوا بالحق كما نرى مع أخواننا من المسلمين حيث يظهر لهم المسيح برؤى وأحلام من خلال تعامل الروح القدس في حياتهم وعلى حياة آخرين مكتوب في إنجيل لوقة إصحاحي داعش وعدل 13 فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفوا أن تعطوا أولادكم عطايا جهيدة فكم بالحرق الآب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه لا يستطيع أحد أن يعترف بالمسيح بدون الروح القدس ونحتاج أن نمتلئ من خلال الروح القدس كل يوم ونصلي ابدأ يومك اطلب الروح القدس على حياتك وعلى بيتك ولا يستطيع أي شخص أن يعترف بالمسيح بدون الروح القدس أيضا كما هو مكتوب في رسالة كورنثس 12 وعدد 3 لذلك أعرفكم أن ليس أحد وهو يتكلم بروح الله يقول يسوع النثيمة وليس أحد يقدر أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس آمين لنا روح الله ونشهد بقوة الروح القدس ويكون فينا كلمة الله ومعجزات وآيات ورؤى وأحلام ونراها في المسيح كما هو مكتوب في سفر زكريا صحاح 4 وعدد 6 هذه كلمة الرب إلى زر بابل لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود آمين لنا الغلبة بروح الرب وبقوة الرب ونشهد بروح الله ومن خلال روح الله محبة الله الآب ونعمة المسيح يسوع وشركة الروح القدس تقود حياتكم إلى ساعة مجيء المسيح سلام الرب معكم أعزائي مشاهدي قناة الحياة وبرنامج أبناء الرافدين بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا